دكتور محمد خلينا دلوقتي ده كلام جميل نظريا ايه المطلوب دلوقتي عشان المشاهد اللي قاعد في البيت يقول طب ما احنا كده واحنا يعني كل ده قاعدين وفي ايدينا ان احنا نستردها بالسهولة دي ايه المطلوب من الحكومة المصرية او من المجلس العسكري في نقط 1-2-3-4 علشان نجيب اموالنا اقول لك المطلوب المطلوب اولا تقصير المدة الزمنية للحالة الانتقالية لان الحالة الانتقالية حالة سيولة وحالة عدم اتخاذ قرار وحالة الترتخاء زي ما نشايف طيب ده رقم واحد ثم بناء كل انظمة المؤسسات المدنية ونقل السلطة كاملة اليها حتى رئيس الجمهورية في وقت قصير لا يتجاوز شهر ابرير والوابع القانون مصري يسمح بذلك محدش يحتاج ان ما فيش دستور وفي دستور ده كلام خارج نطاق النقاش في الحقيقة ده رقم واحد حشان تستعيد الدولة المصرية يعني في دستور وما فيش دستور يعني البعض بيقول انتخب رئيس الجمهورية ازاي وما فيش دستور طيب المجلس الاعلى العسكري بيدير المرحلة ويمارس سلطات رئيس الجمهورية وفيش دستور في اعلان دستور فمن ثم رئيس الجمهورية اللي ييجي حيدير البلاد بذات الالية القانونية الحاجة التانية لان الدولة المصرية لما تستكمل قدرتها وكيانها والجيش يرجع الى سكنات ويحمي حدوده وفي مؤسسات مدنية تدير البلاد وفي حكومة تعبر عن الشعب المصر ويردت وقاتها بالانتخاب ستحسم هذا الملف من الناحية السياسية الناحية القانونية الشرط التاني انه تصدر بقانون تنشأ لجنة حقيقية تعطى ملف الاسترداد كاملا واللجنة دي لازم تمثل فيها القضاء وهي يعني الاعضاء الاساسيين لازم يبقوا من القضاء ثم الدبلوماسية المصرية ثم الشعب المصري من خلال بعض المتخصصين من الجمعيات الاهلية وهي مليئة في الحقيقة بالمتخصصين ومنهم على سبيل المثال المستشار أمين المهلي رئيس المجلس الدولة السابق وله خبرة كبيرة في استرداد الأموال وهو الوحيد في الحقيقة الآن بعملية استرداد أموال في مصر في الثمانينات في قضية شهيرة متعلقة بأحدى شركات توظيف الأموال الأمر الثاني الثالث بقى الثالث الثالث انه عند ذلك يجب اتخاذ الإجراءات الإجراءات متعلقة بالاسترداد مش بالتتبع ولا الكشف ولا التجميد تتبع الأموال الهاربة وهو أمر ممكن في ظل اتفاقية دولية دلوقتي انت شفت أموال ليبيا أعلنوا عنها في 3-4 ايام لأنه في 192 دولة في العالم في مراكز مركز في كل دولة عشان لتتبع غسيل الأموال لمكافحة غسيل الأموال فهو يتبع ويتتبع كل حركة مالية في العالم يتتبع كل انتقال من يد اليد أي قيمة مالية سواء إذا كانت عقارات أو كانت سندات أو كانت أصول مالية أخرى أو كانت أموال سائلة أو حسابات أو ما شابه ومن ثم الأموال معروفة هي فين فالالتزام بالبحث عنها والكشف عنها وتجميدها لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإجراءات القانونية دوت التزام على عاطق الدول التي تلقت المال الفاسق بدون طلب ولا حاجة مش بيقول لك لازم تقدم طلب من وليبيا في الحقيقة لم تقدم طلباً ولم يكن هناك على العكس ده هم عملوا كده خلافاً لإرادة الدولة الليبية ساعتها كان بيعبر عنها نظام القذافي والمجلس الانتقالي لم يكن له أي شخصية قانونية عشان يعبر عن الدولة الليبية وبالتالي إذا جمعنا بين الثلاث حاجات دولة أولاً استقرار الأوضاع الدستورية في مصر والانتقال إلى حكومة دائمة ثانياً إن مصر تعبر عن وجهة نظر سياسية واضحة تماماً ورسالة للعالم إنها ستسترد أموالها ولن تتسامع في عدم الاسترداد وبعد كده الأليات القانونية وتكوين مناسب لللجنة هذه هي روشدة التي يمكن أن أقول لك سيكون الاسترداد سهلاً يا فندم دي روشدة للوطن ككل ووجهة نظر شاملة خلينا دولة نتكلم على أرض الواقع إننا الواقع بيقول إن المجلس العسكري قعد معنا لغاية يونيو 2013 لا من اللي قال كده؟ من قرر هذا؟ الشعب المصري قرر ذلك؟ الشعب المصري لم يقرر ذلك ربما في الانتخابات القادمة تحدث مفاجأة وربما المجلس القادم البرلماني القادم يقود عملية الانتقال للمرحلة الانتقالية بشكل مختلف لأنه سيعبر وقتها عن الشعب لأنه إطالة المرحلة الانتقالية في الحقيقة في إضاعة لهيبة الدولة المصرية وفي عدم استقرار وعدم وأنا لا أعتقد أن أحد من الشعب المصري يقبل ذلك طيب خلينا نكمل حادثنا عن الأموال المنهوبة ما رأيك في قبول النائم العام الأسباني ضم قضية مصر لقضية حسين سالم وقضية في سويسرا أنه قبل أنه يضم القضيتين على بعض والتعامل مع حسين سالم على أساس ما سيستجد هناك هو دي برضو من الأمور أنه نحن نشغل أنفسنا بالفرعيات وننسى الأصل الأصل هو استرداد الأموال ليس تسلم أشخاص سيستلمنا الأشخاص أو لم نستلمه أمر آخر وهم أمران منفصلا ومحدش يقول أن استرداد حسين سالم هو شرط الاسترداد الثروة التي نهبها ده أمر غير حقيقي وأشخاص كثر من خلال سيجي العالم يعني ممكن استرداد الثروة وهو لسه طبعا نحن عندنا سوابة قضائية في المجال ده ربما مصر لم تمر بهذا الأمر لكن في دول أخرى بون الشي كان هارب واستردد ثروته من الخارج فيما تعلق بتشيلي شاه إيران كان هارب واستردد الثروة التي نهبها محدش قال لازم نستلمه أو لازم يسلم أو لازم يوقع أو لازم يقبل لأنه بمجرد تغيير النظام وإثبات أن هذه الأموال أموال مهربة من النظام وعلم الطرفين وأنا أعتقد في الحالة المصرية الأطراف كلها تعلم الأموال دي مصرية مهربة الأموال خلاص بتبقى من ناحية القانونية هي مسألة متعلقة ما بين الدولة التي تلقت المال الفاسد والدولة الطالبة بس هذا الطرف ما عادش له قيمة في الموضوع إلا إذا كان مطلوبا ليحاكم إذا حكم في سويسرا في أسبانيا آسف وحبس أهلا وسهلا حكم في مصر وحبس أهلا وسهلا أنا يهمني المال طيب يا دكتور الفلوس يعني لو في إطار الوضع الحالي ما لم يتغير هنتكلم أنه ما تغيرش الوضع الحالي وهتمشي خطة الخطة في مصر زي ما أعلنت والجدول الزمني المعروف سلفا للناس كلها لأنه لو إحنا صبرنا لغاية ما نقدر يتحقق لحضرتك بتقول ممكن يكون عدة وقت طويل فإيه المطلوب دلوقتي من الحكومة الموجودة دلوقتي عشان نجيب الفلوس لأنه استقرار الأوضاع ده برضو وفي مصر لسه يعني موضوع محل نقاش ما بين أطراف الشعب المصري كله وفيه ناس بترجح عدم حدوش الانتخابات أصلا يعني لسه فيه كلام كتير أنا بتكلم على الوضع الحالي نعمل إيه حكومة دكتور شرف تعمل إيه عشان تجيب الفلوس يعني مع احترامي لحكومة دكتور شرف هي غير قادرة على الفعل ما عندهاش حاجة تقدر تعملها لأنها حكومة مرتبكة وزراءها ما بيقدروش ياخدوا قرارات جوهرية ملهمش سلطات كاملة في الحقيقة ما بيعبروش عن وجهة النظر الشعبي ما هماش حكومة ثورة ولا أتيام الانتخابات ولا بتعبر عن إرادة مصر فبالتالي أنا لا أمل فيها كثير كون أنه خليني أفترض أنه الجدول الزمني ما بقاش قصير أنا أؤكد لك أنه سيكون قصير سيكون قصير في النهاية أحب أن يأسس وأكد لك ومع ذلك خلينا على أساس أن الشعب المصر لن يقبل إلا جدولا قصيرا وانتقال سريع للسلطة نفترض جدلا بقى وهو يعني في افتراض جدلي وغير حقيقة بس هو ده الواقع فاندل يعني يعني لا 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 الشعب المصري يفرض عليه الواقع الشعب المصري غير في 28 يناير واقعا أسوأ من ذلك وهو قادر على التغير دائما طيب هل لنا أقول لك الافتراض الجدلي ده الوضع الحالي ما لا ينتغير الافتراض الجدلي ده الناس تخشى من فوات الوقت على ضيع الفلوس أنا أطمئن الناس إنه فوات الوقت لا يضيع فلوس الأمم بمعنى إحنا بنكلم على فلوس متعلقة بالدولة ومن ثم عملية الإخفاء تعني إن الأموال تنتقل من يد اليد إن الأصول تنتقل من يد اليد تنتقل من قلب قانوني إلى قلب قانوني آخر عشان تخفى تمام طب بما إن حضرتك خبير قانوني مع عشان الجزئة دي بس عايزة أفعندها في حتة صغيرة إنه في أماكن على وجه الكرة الأرضية كده عاملة مشاكل زي جزر الكايمن الفلوس بتخش عندهم لا بنعرف لا بنعرف هي مي قد راحت فين ولا تحولت فين بعد كده ولا بنعرف خلاص الراود بتاعتها لفت راحت فين وبتستخدمها يعني كل مجرمين العالم في إخفاء فلوسهم ولغاية النهار ده محدش حل لمشكلة جزر الكايمن إحنا بقى نحلها إزاي وبرده في جزء كبير من فلوس مرح هناك يعني مش كامل آيلاند بس وإنما إحنا بنتكلم على فيرجين آيلاند بنتكلم على قبرص وبنتكلم على البهام وبنتكلم على حاجات كتير أنا عايز أقول لك أنه ده أحد الالتباسات اللي البعض بيثيرها على غير الحقيقة لأنه بدءا من سنة 2007 الأوضاع القانونية في العالم تغير مفيش مكان آمن لهروب الأموال الفزدة خلي بالك مفيش مكان في العالم آمن من هروب الأموال الفزدة لأنه اتفاقية الدولية بتلقي عبء والتزامات على كل الدول بس لو وضع عطا الحاجة التانية من اللي قال قائم أنا بقول أنا ضربت لك مثل أنه الأموال الليبية وهي أموال كانت مملوكة لشركات أوفشور أغلبها مسجلة في الكيمين آيلاند ومع ذلك تم الكشف عنها فدي يعني ما أنا بقول لك لو دخلت في مجال القانون فقط تجد نفسك في التباس إزاي يعمل لكن لو انتقلت إلى مجال السياسة هتجد الأمر أنا في إنجلترا كنت تنقصت مع مجموعة من أعضاء مجلس العموم وقالوا لي الكلام ده قالوا لي الكيمين آيلاند والفرجين آيلاند وإزاي الأموال يتم الكشف عنها ويقول لهم كيف تم الكشف عن الأموال الليبية قالوا لي والله أصلي في قرار مجلس آمن قلتوا له خلاص ناخد قرار مجلس آمن القضية يعني لأنه ما نهب من مصر يستحق قرار مجلس آمن وجمعية عمومية والبرلمان الدولي وكل حاجة يعني ختاما لكلامنا حضرتك بتدعو الحكومة المصرية إلى مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار بالكشف عن أموالنا المنهوبة خارج مصر عشان الكلام يبقى واضح ما نصدقش فقط أنه في ملاجئ آمنة للأموال وأن الأموال يمكن بفوات الوقت تهرب ولا يمكن الكشف عنها ده كلام غير حقيقي ويخالف الوضع الدول انت شفت أموال مكافحة الأموال الناتجة عن الإرهاب في الفترة في بداية سنة 2000 لحد 2010 تقريبا وأموال مصريين في سويسرا كانت على سبيل المثال محتجزة في أنحاء العالم بما فيها الكيمين آيلاند والبهام لأهمال البهام فيها بنك التقوى اللي هو في أحد الأشخاص المصريين المقيم في سويسرا البنك حجز عليه هو في البهام هو أحد الملاجئين نتمنى بندوم صوتنا صوت حضرتك يا دكتور ونتمنى قرار سياسي من الحكومة المصرية بطلبة مجلس الأمن بإصدار قرار لو سمحتوا عاوزين فلوسنا المنهوبة بما أنه ده مشروع سياسيا وقانونيا على المستوى الدولي ياريت نجيب فلوسنا الأستاذ الدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق جامعة المنوفية وأمين عام المجموعة المصرية لاستداد أموال الشعب بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى أن نرأمل في ظروف أفضل شكرا مشاهدين دي كانت نهاية فخرتنا ونتمنى زي ما قلنا قرار سياسي من حكومتنا علشان نجيب فلوسنا فخرتنا في نهارك سعيد مستمرة لكن بعد الفاصل تابعوا